كابتن أسامة يمكن من الناس اللي أنا مرمتها والناس اللي كنت أعتز بهم جداً لإني كان دائماً بيحب دائماً كرة القدم والدائماً اللعيب اللي يحب كرة القدم بيحب يطور نفسه يحب دائماً الحاجات اللي كانت ناصة عنده بيطورها كابتن أسامة كده يعني من الناس اللي كانت حتى بيشتغل حاجات الاندفيدول معايا عايز يشتغل حاجات عجول عايز هيدنج عايز شوتنج بيشتغل فهو دلوقتي الحمد لله يعني ارتقى لمستوى حتى لها بدرجة أولى في النادي الآلي وكان من اللعيبة الكويسين المميزين في النادي الآلي في هذا الجيل لا وكابت المسامة زي ما قلت لك يمكن على المراحل السنية المختلفة معادة في النادي الآلي أو مر بمراحل السنية المختلفة ومفيش مدير فني النهاردة يشتغل مع أسامة حسني هل يقولك ده سلوكه كويس أداءه كويس كان عنده روح كان برضه من الحاجة المهارية كان كويس جدا وكان هداب فدي كلها صفات بتجمع أن فعلا كابتن أسامة حسني يستحق يستحق فعلا أن كان يبقى من نجوم النادي الآلي يعني فسيلا لا أنا أتمكن كابتن أسامة استضافني فترة من فتراته وفعلا برنامجه ناجح جدا وبيظهر كرة القدم في النادي الآلي وبيظهر أيضا مجال كرة القدم في النادي الآلي قتاع ناشئين وقتاع الشباب والمدربين على أساس أن جمهير الآلي وجمهير مصر كلها تستمتع بالبرنامج وفي نفس الوقت تعرف المدير الفنين في النادي الآلي وتعرف الإنجازات اللي بيعملها قتاع الناشئين في النادي الآلي يعني بربو عليك أن انت فكرتني بالمقولة دي فعلا والله أنا حتى ما كنت ماسك الشباب وكنت ماسك الناشئين بقولهم اللي يخليكم النهاردة تتعرفوا لجماهير كرة القدم مصرية قناة الآلي وقناة الآلي ما بتعمل سبوت على العيبة النهاردة بتديله حق بتديله اهتمام بتديله روح كويسة جدا عشان كده بقول دايما كنت تركز على العيبة أن قناة الآلي هي اللي هتظهرك لي جم fordi القدم مصرів كابتن أساما كلسونتا طيب ودائما متألك ودائما نجمه ودائما بتظهر أن انت فعلا قتاع الناشئين في النادي الآلي دائما أنت بتمتلك القدرة على النهاردة بتقول للناس إن قتاع الناشئين في النادي الآلي خير قتاع الناشئين نادي الآلي بيطلع في العيبة كويسة وإنت في قدر الإمكان يعني بتحاول تظهر اللعيبة دي وتحاول تظهر المديرين الفنين وتحاول تظهر من خلال برنامجك إن قطاع الناشئين في الآله الحمد لله تدفعتي إيه لكابتن فتح عشان يقولي الكلام الجميل ده كابتن فتح من الشخصات الجميلة طبعاً ده عشت السنين كابتن فتح أنت يميها بس خلي بالكابتن فتح بيضايق لما بيخسر في موطشات التنس بيخسر على طول ده كل المدارة بتاعتهم كسر خاصة هم بلعب مع عباس قعور طيب هتقول ليه لكابتن فتح كابتن فتح من الشخصيات الجميلة المحترمة اللي إحنا في قطاع الناشئين تعلمنا منه كتير وقت ما كان مسكنا في فريق الشباب وطبعاً صاحب فضل في أول تجربة ليا رسمية أو حقيقة مع الدرجة الأولى في كاس مصر في 2003 طيب أنت لوقتي بدأت مع تسوبل كان في الفريق الأول وبعدين الكابتن فتح مبروك مين مدربين تاني أنت سمرت معهم في الدرجة الأولى قبل ما نخش على مباراة الإسماعيلة اللي هي بدهي نائكة كاس مصر كان بعد الكابتن فتحي كان جي مدرب برتغالي بس ما استمرش وجي بعديه منو الجزي بقى بون فرير لا مش بون فرير مدرب برتغالي مش متذكر اسمه لكن تعتبر البداية الحقيقية هي معكبت مع منو الجزي طبعا معكبتن فتحي مبروك الأول في 2003 خدت معك كاس خدنا كاس مصر طيب احكينا عن مباراة الإسماعيلي انتوا بقى خلاء عاوزين صالحوا جمهور وجمهور انت بتلاقي مال الملعب وانت خسران دوري عام ودي بتبقى في معظم الهندية بتبقى قليلة قوي انما بعد ما انتوا كسبتوا بلدية المحلة وولايتوا اللي اسماعيلي هتلعبه قدامه فينا اسماعيلي فرقة كبيرة كانت فرقة تقيلة ساعتها انتوا فكرتوا ازاي قبل المباراة قبل المباراة كان في مباراة بلدية المحلة في اسكندرية في كورة ركلة الجزال انا جبتها وكان جوني التاني لشاط احمد بلال كنت وقعت على كتفي كانت اصابة جامدة يعني في المطش ده وعندنا بعدها بتلات ايام مباراة الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي النهائي بقى وانا نفسي ألعب المباراة كويس فتلات ايام التمرين فيه ألم شديد جدا في كتفي مش قادرت مرة مرة خفيف ومش قادرت فيه ألم فروحت لدكتور رهاب علي طولها دكتور رهاب أنا فيه ألم في كتفي ومحتاج أخذ أي حاجة عشان عايز ألعب قال لي طيب ماشي يعني هنشوف كده كل يوم يعني يوم بيوم لما رحت المباراة يستيقى الألم موجود طوله أنا محتاج أخذ حقنا في كتفي علشان ألعب خدت حقنا؟ خدت حقنا يوم ما في كتفي تعامل زي حماكة كابتو الخطيب كان ياخد حقا وكورتزون في رجليه وكيد الحقا الحاجة دي كلها هي اللي مأثرة معا لحد هذه اللحظة وقتها قال لي طب سخن وبعد ما تسخن المباراة نشوف الوضع لو قادر خلاص لو مش قادر هتديك الحقنا يعني وكل ده والمدرب عارف ولا مش عارف المدرب كابتن فاتحي كان عارف عارف بس أنا من وراء عايز ألعب طبعا أيوة أيوة فروحت للمكتور رهاب قلت له بص أنا عايز أسخن أركز في المباراة مش عايز أركز في كتفي قبل منزل المباراة رحم الديني حونا حاجة زي مسكنة علشان ألعب منزلت تسخين ما حسيتش بقى جا انت شفت بقى نزلنا أستاذ القاهرة أستاذ القاهرة مقفول بجماهير الأهلي طبعا فيه جمهور الإسماعيلي كان جاي محافظة إسماعيلية يؤذر الإسماعيلي وكانت مباراة كبيرة جدا نجوم الفيرة إسماعيل فيها وقتها نجوم كبار زي كان وقتها معتقد حمص كابتن محمد صلاح أبو جريشة كان محمد صبحي حارس مرمى يعني دي أبرز الأسماء كان فيه لعيبة كبيرة الأماش لا عمر فهيم عمر فهيم يعني فيه دي كان فيه نجوم فيها نجوم آه في الإسماعيلي كان مباراة كبيرة يعني انت لما حسيت لقيت نفسك كويس كده وبتاعه وخلاص بعد الحق ندية بدأت المباراة زي نزلت ترجمة نانسي قنقر